فاكهة الاناناس قبل 500 عام كان محصور الأكل ديالها على المولوك والنوبالاء الناس اللي لا بس عليهم أما الطبقة العاملة والفقراء فأكل هذه الفائهة كان حل مصعيب يتحقق عرفت أوروبا فاكهة الاناناس أول مرة فجابها المستكشف كريستوف كولومبوس من الريحلة دياله اللي كتشف فيها أمريكا وكان وصل لواحد الجزر اسم ديالها جزر جوادالوب والسوكال الأصليين ديال هذا الجزر هدولة الاناناس بشير حبوبي عجبته الفاكهة واسمها سانوبر الهونود وخدمتها كمية كبيرة وجابها معها الأوروبا لكن بسبب الرحلة الطويلة خسروا وتعرف نقال الحبات الاناناس وبقت منهم واحدة وكان أول من داق الفاكهة في أوروبا هو الملك فرناند جاني وعجبته كثيرا لدرجة المقدام جانس أنها الفاكهة المفضلة وانتشر الخبر في أوروبا كاملة وهنا بدأ السباق الهيستيري على متلاك الاناناس هذا الشيء كان في القرن السادس عشر والسابع عشر ولكن الأوروبيين لم يستطعوا الزراع الأناناس لأنها خاصة طبيعة سوائية وأوروبا كانت طبيعة برد هذا الشيء خلل الأمارة والمولو يأخذ الأناناس من أمريكا اللاتينية رغم بعد المسافة فكان تاماندي الحبة الوحيدة مثلا خمسالاف جوني استرليني وطبيعة الحال العائلة العادية لا يمكن أن يسرعوا بها تامان وكانت فاكهة الأناناس تسمى فاكهة المولو وفي القرن السادس عشر وصلوا الأوروبيين للحل لكي يزرعوا الأنانس ومن بعد هنا بدأت القيمة الأناناس لكي يتحدثوا كل ما لديه القدرة لكي يشريه ترجمة نانسي قنقر